اشتركوا في القناة من جمت هؤلاء الدكتور عبد عزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل الجزائرية مرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخاب الجزائرية القادمة يحضر ضيف على ذكر ربع طجام فيه يحضر أيضاً بمناسبة اتفاق إيطالي مع الحزب الاشتراك يعتبره يحتفظ بعلاقات جيدة مع بعض الوجوه السياسية الشابة في تونس كم سيد نوف الزياد و سيد محمد كلاني وغيرهم المناسبة ستكون لطرح جملة من الأسل تتعلق أولاً بالوضع السياسي خلينا نقول تباشير الوضع الانتخابي في الجزائر في الأشهر القادمة أيضاً بعض القضايا المتعلقة بجزائر وتونس وليبيا وهذا الربيع العربي الذي أصبح محل جدل وتساؤل بعد مرور تقريباً ثلاث سنوات على الأقل في تونس دكتور عبد عزيز بالعيد أهلاً وسهلاً مرحباً بك أهلاً مرحباً الله فيك الحزب وجبة المستقبل الجزائرية حزب وليد نجمه نقوله لمنح جمهوري اجتماعي وسطي في بعض الجمل ربما أدبية هذا الحزب وموقعه داخل الخارطة السياسية الجزائرية جبهة المستقبل هو حزب اللي عنده سنحتفل بالعيد الثاني بعد شهر يعني هو وليد العهد ولكن تركيبة البشرية هما مناطلين قدماء في كثير من الأحزاب وخاصة حزب الوطني اللي كان الحزب الواحد اللي حاكم البلاد وأدبيته بالطبع هو حزب وطني وسطي وأيضاً اجتماعي وهذا الحزب يعني في المؤتمر الأخير الاستثنائي اللي عنده أقل من شهر كان برامج واسع وشاسع اللي تم نقاشه في المؤتمر وهذا البرامج في فكره وعاقيدته هي العدلة الاجتماعية على الأساس يعني إذا اخترنا بين اليمين واليسر من الأقرب إلى حزب الجبهة؟ الأقرب بالطبع هو اليسار نعم بالطبع هو اليسار بالطبع هو هذا اللي خلات لأن العلاقات تعنا سابقاً في الجبهة تحر الوطنية لما كنت عضو قيادي وأيضاً في شبيبة في طلبة كانت علاقات تربطنا مع اليسار الكثير على مسوادولي وهذا اللي خلال علاقة الدوم بيننا وبين الإخوان في تونس كما نوفل كما سامير العبيدي كما الله يرحمه الطاهر كرغورة كما الله يرحمه السعليه كان صديق ودرنا لقات كثيرة أنا مسوادولي وكنا يعني نعاون بعضنا البعض في بعض المواقف الدولية فطبيعي أن المنظمات الشبابية والمنظمات الطلبية هي يسارية وهذه التربية خلتنا تم تنظيمة يمينية نعم تم تنظيمة يمينية لا ولكن في الجامعة أساساً في كل جامعات في العالم اليسار هو الغالب في كثير من الأحيان لأن الطالب عنده فكر تقدمي عنده فكر ضد الرجعية ضد البرجوازية وبالتالي كانت هذه الأفكار كلها تسود الجامعة الجزائرية كسئر الجامعات الموجودة في العالم عرقيتكم العسكر جيدة في جزائر؟ بالطبع نحن في العقل جبهة التحرير أو جبهة المستقبل الآن أو كل الأحزاب الموجودة الآن في ساحة سياسية لنا ثقة كاملة في المؤسسة هذه وخاصة أن نحكي سياسي لا حتى سياسي لأنها العمودة الفقري وبالتالي هي خط أحمر لابد أن كل الناس تعمل من أجل أن تكون موحدة وقوية وفعالة هذا مهم يعني بعد ما يسمى بالربيع العربية تونس اللي تبعت على موقفك وما يتبع على الأحزاب العربية اكتشفت ربما الأحزاب اليسارية أن الثقافة العربية في مختلف الأخطار ما زالت الثقافة إلى حد من سلفية نحكي على القواعد نحكي على الناس نحكي على عموم الناس إلى درجة أنه يعني طموحات الأحزاب اليسارية تقلصت يوم بعد يوم والتجارب الانتخابية في مصر في تونس في ليبيا حدثوا أحرج يعني كأني بهذه الثقافة التقدمية الجامعية كنت حدثت عليها لا أصول قوية لها في المشهد السياسي على مستوقعتي هو المشكل بداية أن كلمة مناضل أو النضال نقدر نقول أن أصبح عملة نادرة جدا لأن النضال الذي يطلب من الإنسان تحمل كثير من الأشياء وسرع يومي ومعاناة للأسف الأحزاب الديموقاطية والأحزاب اليسارية في الجزائر وفي العالم العربي كثير منها تخلى على القاعدة الشعبية تخلى على القاعدة الشعبية وكثير منهم أحزاب صالونات ونقاش غير موضوعي بالنسبة للقاعدة يعني للقاعدة الشعبية والتيار الديني في العالم العربي هو مغروس داخل الأحياء وخاصة الأحياء القزيرية والأحياء يعني اللي فيها شباب كثيرين بطالين ومشاكل حتى في الوسطة يعني وحتى حتى الميكانيزمات الموجودة الآن هناك ميكانيزمات هذه قديمة وإحنا كنا نتعامل يعني كشباب كنا نتعامل هو تأسيس جمعيات خيرية تأسيس جمعيات مساندة للضعافة والفقراء في المناسبات الدينية في الأعياد وكذلك في الوايفايات والزواج أيضا تلقاهم موجودين وتلقى الشعب يعني يمشيوا معه الآن الأحزاب كثير منها يعني ولا تتقاسم الأرزاق ولا تتقاسم يعني يلقاطوه هذا اللي موجود كل وادي يحوص ياخذ الله بارتعو وتخلوا على النظال الحقيقي وتخلوا على النظال من أجل أن تكون دولة ديمقراطية ودولة جمهورية وهذا كلام سالونت بطبعهم تخلوا على هذا الشيء نحن في جبهة المستقبل لا جبهة المستقبل الآن في شباب وشابات وفي إطارات وفي مناظرين في القاعدة ونسير ببطء بالطبع ولكن بحكمة ونحاول أن نخلق هذه الأليات من أجل أننا نجمع أكبر عدد من المناظرين من القاعدة الشعبية ونكون معهم في معاناتهم ونساندهم في كل مأساتهم وهذا اللي يطلبوا أي مناظر وأيضا الصدق الصدق في الحوار الصدق في الكلام وضد الوعود الكذبة التي يعد بها الأحزاب والتخيل أنا اتفاجأت بكل صراحة بوجودي في تونس هذا البلد العزيز علينا ولي نتمناه أنه يخرج من كل هذه الأزمة السياسية اللي يفتعوا لأن الناس يخاترين وعلاقات ونحن الشعب الجزيرة وشعب التونسي وشعب واحد شعب واحد شعب واحد فجأني أن الشباب الأمس كي كنا في المسيرة وكنا مع الناس كلهم ندمين على الثورة هذه وندمين على الوضع ويقولك بعد ثلث سنوات من ثورة ما كان والو بعد ثلث سنوات ما القينا والو فاليأس هذا خطير على الشعب الجزيرة التونسي وخطير على الشباب بتاعنا لابد أن يعرف ممكن ثورة ذي حق أشياء سياسية اللي ميش ملموسة جداً ولكن الجامب الاجتماعي والاقتصادي سيأتي والأساس هو الاتفاق على الطبقة السياسية في تونس الأساس هو الحوار لابد أن نفتح حوار مع كل الطبقة السياسية في تونس وأيضاً أننا يعني بصفة عامة نجمع أكثر من نفرق هذا هو الأساس نجاح الجامب الاقتصاد والاجتماعي في تونس طيب تونجيك بعد المسألة الجزائر وعلاقتها بالمادة الثورية وما يسمى بالربيع العربي والنظام ما كنت حدت عليه كل حال رأيك أنت لكل حال مش رأي أنا الحمد لله ما أنت جاي من غيف وسياسي لا شيء لاحظت وأنا في الشارع هذه هذه أنت أيضاً ناوي تترشح لرئاسة في جزائر بطبع حنا حزب دخلنا بعد تأسيس الحزب دخلنا الانتخابات الشرعية وعندنا برلمانيين ودخلنا الانتخابات البلدية والبنائية عدنا اثنين برلمان وواحد سيناتار وهذا بعد شهرين من الانتخابات بعد دخولنا الانتخابات ودخلنا الانتخابات البلدية وعندنا أكثر من خمسين بلدية سبعة وخمسين بلدية موجودين وموجودين في كثير من البلدية موجودين كأعضاء أيضاً وهذا خلنا بالطبع كحزب من أجل الوصول إلى السلطة وهذا هو العمل الحزبي الحقيقي فرمي مشين الرئاسيات بشي عمل سياسة بشي غير بشي عانو طموحات سياسية يحبيوحكم بطبعه هو ستنافس الأستاذ عبداليز بوتفليقة إذا ترشحه الصحة خلينا ساكسوية لقبال نساء ما هي عوضاء الصحية البلدية؟ سمعنا في بعض الألام أولا أنا كنت معكم في تونسي أنا سمعت كما أنتم إن شاء الله لا قنوات تتخاصة ويظهر لي في الكنسلطة أنا طبيب اختصاص يعني شي عادي أنه عنده الكنسلطة ومعنديش يعني بالتدقيق ما هي صحة وإن شاء الله نتمنى للشفاء العاجل والعودة للسير إن شاء الله إن شاء الله بقيت في حسانة بين الفرين أو لها منعة خاصة في علاقة بالربيع العربي علشي؟ نحن ندرنا الربيع تانى عنده عشرين سنة يعني الربيع العربي إذا ذاك ربيعكم ما فصل خامس لا نعرفه أنا اكتشفنا أخيرا نحن نحن في الحقل هذه المأسات نحن عشنا مأسات كبيرة في الجزيرة بعد واحد وتسعين ورح ضحيت آلاف الإطارات الجزائرية والشعب الجزائري وثقفين وشعراء وحتى بساطاء يعني ماذا؟ حتى بناء الشعب العاديين والإضافة في الجيس والأمن وهذه عدتنا الدرس في الجزائر أن الاستقرار والأمن هو أساس أي مجتمع باش يتقدموا باش ينجحوا وأيضا بعد هذه السنين كان حوار كبير بين الجزائريين والطبقة السياسية ممكن بعد السنين الأخيرة هذه فيه تراجع بعض الأشياء ولكن أساسا أن حرية التعبير مضمونا في الجزائر وهناك حوار بين الأحزاب في تكتولة أعزاب في انتخابات تجرى فبالطبع ما وصلناش ديمقاطية حقية لانتمنىها ولكن رأنا مشين لبناء ديمقاطية حقية في الجزائر وهذه الحصانة بالطبع راجعة بالطبع لوعي الشعب الجزائري ووعي أيضا مسؤولين تعنا خاصة للجيس الشعبي الوطني والأمن يعني صمام الأمن تلك الجزائر طيب الجزائر كانت في مرمى مشروع عربي العرب حدثوا برش على أموال كبيرة رسيدة على عمل مخابراتي كبيرة رسيدة من أجل العودة بالجزائر أو خلينا نقول إدماج الجزائر ضمن هذا المد الربيع العربي اللي عنده علاقة بالإسلام السياسي بشكل واضح ولاحظناه في مصر وفي تونس وفي ليب وفي غيرها علاقتكم تشمجت بقطر أيضا بعتبر أنه تم حديث كبير لأنه قطر حطت أموال كبيرة من أجل اختراق المنظومة السياسية الجزائرية وإدخالها في هذا المد الثوري بين الضفرين في علاقة بالعبير العربي وفي علاقة بالإسلام السياسي وفي العقا عوض أننا نوحي جهدنا كبدان عربية وإسلامية هذا أساسا هو قضية الزعمات في العلم العربي والعلم الإسلامي وأيضا الموالات لقوات أجنبية فأي دولة عربية ما هي النتيجة لما دولة أخرى تتأزم وتتكسر وتخش فيها مشاكل فمن صلحنا نحن في الجزائر أن تونس تستقر ومن صلحنا أن ليبيا تستقر قطر هي دولة عندها أوامر تطلقها من قوات أخرى ليست مستقلة في القرار تاحا بالنظرة هكذا لما نحلل الوضع ليست مستقلة في القرار تاحا والمشاكل التي كانت الآن حتى في الخليج التيارات الإسلامية والشيعة والسنة والمشاكل التي كانت كلها إذا كان دامت الأحوال هكذا سيأتي يوم يعني تكون مشاكل كبير عندنا من هذا التيار المتطرف الديني الموجود في كل العالم العربي لأن التعامل تعوم ومشتعامل عقلاني والمزايدات اللي كانت الآن خاصة هذه الدولة التي يعني نراها نراها أنها تكون في المقدمة العالم العربي في البناء والتشييد وفي العلاقات الحسنة وفي حل بعض الأزمات منها القضية الفلسطينية وأيضا حل بعض الخلافات مثل يعني السحراء الغربية والمشكلة التي كانت في المغرب العربي فعوض أنها تمشي إلى حل هذه المشاكل وهذه الأزمات فهي الآن تؤدي في دور مأمور يريد أن يكسر لأن الآن العالم العربي مملوء بالخيرات وخاصة نحن في ليبيا نشوف ليبيا الوضع الذي وصلت له وفي الجزائر والأوروبيين والقوات الأخرى كأمريكا يعني حطع يديها على كل ما هو ثروات طبيعية لأن الصراع المقبل سيكون أكبر بكثير من الآن وخاصة لما شفنا الأزمة القتادية لجاس أوروبا وجاس أمريكا في سينها الأخيرة طيب أنت دكتور أبو العزيز بالعيد معت رئيس جبهة المستقبل الجزائرية ومرشح للرئاسة الأكيد عندك مشروع وعندك حلول لأزمات سياسية للجزائر ولمحيطة أيضا المغاربة والعربي وفي علاقاتها بالمجتمع الدولي تم تحديث بأصوات عالية في المفترة الأخيرة حول ربما احتضان الجزائر أو نقول تدخل الجزائر في المشهد السياسي في تونس أكيد أنك تبعت الأمر أستاذ عبدالبتفريقة كان استضاف السيدة عبدالبتفريقة بحركة النهر استضاف أيضا بهذه الطابعة تبعت الأمر الأستاذ البجيخيات سبسر حزب الداة تونس وأيضا تم علاقات مع بعض أحزاب الأخرى يعني هو في كل حالات في كل حالات نحن الجزائر السياسة الخارجية تعنا منذ الاستقلال وحتى أثناء الثورة عنا أدبيات في العلاقات الدولية أننا لا تدخل في أي دولة في أعمالها الداخلية وإذا كان هناك عمل جزائري سيكون في صلح الشعب التونسي ويكون في صلح لتهدئة الوضع ولممكن فتح حوار بين كل القوى السياسية والجزائر لن تتدخل إلا بإرادة تونسية وستكون ينصح التعبير وسيط للوصول إلى حل الأزمة في تونس عندك حيثيات يعني بالطبع بالطبيع الجزائر لن تتدخل في شعور حل الأزمة لا ولكن هذا بصفة عامة لأن كانت أزمات في المالي موقف الجزائري في مالي الموقف الجزائري في مالي الموقف الجزائري في سوريا الموقف الجزائري في العراق باش نجيك لسوريا باش نجيك لعراق نجيك الموقف الجزائري في العراق أيضا خليك في تونس يعني تقول أنت الجزائر لا تتدخل إلا إذا طليب منها وهذا في طار خط عام للدبلوماسية الجزائرية بالطبع في علاقة بتونس مثلا احتضان لقاء سياسي على مستوى عالي في المشترك المثل تقريبا القوى السياسية الكبرى في تونس حارة النهضة ولدى تونس مع السيد عبد البتفريقة بالإضافة إلى الاجتماعات أو الاستضافات كانت عمل فيها سفير الجزائر بتونس معتها احترامنا ليه ومرحبا بيه وجزائر تونس ماتها أخوة وصداقة لكن تحس الجزائر لا ثقل في الحلول الممكنة للساحة السياسية الملتبسة أو المركبة اليوم في تونس عندك بعض الحيثيات في علاقة بتدخل جزائر ربما أوعى أنا في الحق قال كنتقول الحيثيات هو الحدود اللي تربطنا والعائلات اللي تربطنا والعلاقات التاريخة الآن لكن دخل للحيثيات السياسية اللي يتكلم عليها يعني الجزائر لن تلعبها إلا دور ممكن وسيط ما عنديش الحيثيات لأن ممكن فيها أشياء قيلة في أعلى مستوى مع الرئيس بين بين زعيم النهضة وزعيم نيدا تونس أنا أقرب إليكم بين الحزبين نعم كجبهة جبهة المستخدم والله أقرب لنا هو الحزب الاشتراكي تونسي لا خليني أنتم معندكم متفق ما عنديش علاقات بالحزبين لحد اليوم ما عنديش علاقات بالحزبين ما الحزب عنده سنتين لحد الآن ما عنديش علاقة بالحزبين وبالطبع احنا أقربين هو اللي عنده نفس الأفكار نفس المبادئ والقيم وهذا هو اللي لأننا نحن العلاقات ليست فقط شخصية وإنما على برنامج على فكر على رؤية سياسية على أرضية سياسية وعلى مشروع مجتمع وهذي بالطبع هذا هو الحزب اللي ممكن نلقوا معها أي أرضية في أي دولة كانت وخاصة في البلدان العربية سمشكوني قول الجزيرة عندها التحفظات على الترايكة مثلا كانت حاكمة في تونس وسمى حتى بعض الحزول الاقتصادية الجزائرية المؤجلة للأزنة الاقتصادية في تونس لا هذه بالطبع الجزائر الأنتبع للوضع في تونس ويعني هو صعب جدا أنه لما يكونوا إخوة في عراك صعب أنه واحد يدخل ويكون طرف ثالث أو يكون مع طرف من الأطراف وبتالي الجزائرين حتى الشعب الجزائري اللي ما تكلم عليه يقول رب يجيب الخير لتونس يعني كل الشعب يعني عنده واحد المحبة للشعب التونسي وبغال يحل الأزمة ومهم ومشو ما المهم أن تونس تنهض وأن تونس تخرج من الأزمة هذا هو أساس ونظن أن حتى ديبنسة الجزائرية في هذا الأساس لن تكون أبدا عمل تفرقة وعمل يعني كسر للعلاقة وإنما تكون عمل تاجمع وعمل تحوار وعمل تابيناء الحدود التونسية الجزائرية فيها احتياطي الأرهاب مخيف فيها برش الدم أنتم اكتويتم بنار الأرهاب على مدى عشرين سنة تقريباً في الجزائر كيف تنظر إلى ما يحدث هذا بين حدودهم بين الدولة والله بالطبع في الحدود هناك حركة كبيرة وهذا الشيء اللي أكده لي الإخوان هنا في تونس يعني ماشر السياسي العادي الجزائر كيف ينظر إلى هذا المشهر أنا أقول لك احنا كجبهة المستقبل مع الحزب الاشتراكي درنا اتفاقية وجبت في الوفدنتاي مسؤولين الولايات المحايدة أو في الحدود التونسية سقهراس قال ما تبسى واتسوف وهذا لي وأيضاً مع الإخوان في الحزب الاشتراكي رح ندير وثيقة عمل بين بعضنا البعض لابد أن نعزل الإرهاب عن الشعب نعزل الإرهاب عن السكان نعزل الإرهاب عن الشباب الموجود في الحدود لابد أن يكون عمل مجتمع المدني العمل الأمني يفيد حقيقة ولكن لما كان عمل شعبي وعمل جمعوي وعمل مجتمع مدني اللي هو يحصن الأمور رح تتفاقم والأمور رح تتبعد لابد أن نعزل الإرهاب على الشباب وعلى الشعب من خلال العمل تانا والنشاطات تانا الجزائر احتضنت العائلة السياسية الحاكمة سابقاً عائلة العقيد القذافي ابنته وزوجته بعض الإطارات السامية اللي كانت تحكم في الجزائر يبدو أن الضريبة كانت غالية أيضاً لكن جزائر استمتت في الحفاظ على خط دبلوماسي واضح وقبلت حتى ربما انتقادات سياسية وحتى علاقتها تشنجت مع ليبيا ومع دول أخرى يعني الخيار هذي الخيار الجزائري خيار صائب بالطبع خيار صائب لأن القضية قضية لجوء لما واحد يعني هو في خطر ويهرب احتور تكب الجرم يحمى وهذه في العلاقات الإنسانية العالمية فهي قضية أخلاقية قضية أخلاقية أكثر منها سياسية ولو تعاد وشعب الجزائر يكون كان ماشي معه حتى ولو يكون يعني يكونوا أخطأوا وداروا مشاكل كبيرة ولكن لما واحد يلجأ إليك من أجل السلم والسلام ما عليك إلا تدفع عليه وتحميه والجزائر ما درت إلى واجبها باتجاه هذه العائلة الليبيين النشطاء في النظام العقيدة القذافي المرحوم عددهم تزيد وهربوا برشة للجزائر خاصة بعد تسليم تونس البغداد المحمولي وقتك كيف عملت معه تسليم تونس البغداد المحمولي في السلطة الليبي الجديد والله إحنا بصراحة أنا صراحة أسفت لأن لو هناك عدالة حقية مستقلة ممكن نسلموه لأن عندنا ثيقة في العدالة ولكن نعرف كيف رأى الممارسات في العالم العربي بصفة عامة وفي هذه المدام بصفة خاصة العدالة تم عرف دبلوماسي رأى عمان أه نعم تم عرف دبلوماسي بالطبع ولكن للأسف هناك سفقات على حساب بعض الأشخاص وهذه السفقات المهمة التاريخ لا يرحم والتاريخ سيكتب وبالطبع مع الوقت لم أعرف نحن نتعرف الأجيال الأخرى كل الخبايا اللي كانت وراءها تسليمه موقف الدبلوماسية وموقف الجزائر عموما سياسة تنمنات حتى شعبان يدولي من المسألة السورية كان موقف واضح وكان خارج على الخط العام لبعض الأقطار العربية بما فيها تونس حنا في الجزائر الشعب الجزائري والديبلوماسي الجزائرية تقدر تكون ماشيين مع بعض لأن الدبلوماسي الجزائري يفكر كما يفكر الشعب الشعب البسيط عندنا واحد العبارة نقولها قضية الرجلة وفي كثير من الأحيان الناس تتصرف على مسودولي على قضية مصالح بيع وشيرة مصالح ولما الجزائر لا عندنا مصلحة أن تتكسر وتتهدم سوريا الجزائر لا عندنا مصلحة في تونس أنها تتهدم والجزائر دار ثورة والشعب دار ثورة اللي راح ضحيتها مليون ومص شاهيد فالجزائر تعرف تعرف ما معنى التضحية وتعرف ما معنى الاستقلال وتعرف ما معنى التدخل الأجنبي وبالتالي الدبلوماسي الجزائرية منذ نقول منذ ندلع الثورة من الرابعة وخمسين الدبلوماسي حتى أثناء الثورة كانت عندنا دبلوماسية جزائرية متوازنة وتخذ مواقف يعني صائبة فهذه كلها لأن الشعب الجزائري وتعرف موقفنا من العراق وموقفنا من أشياء كثيرة اللي صارت دائما الشعب الجزائري عنده مواقف نقدر نقول غير المواقف الموجودة في الشارع العربي لأخر نسمع فيك ما حسيت حتى لحظة لأنت معارضة أو منافس النظام الموجود في الجزائر الآن يعني تتبنى تقريبا الخط السياسي والعلاقات والسياسة الخارجية نحن في السياسة الخارجية قلت لك نحن السياسة الخارجية نتقاسم كل ما هو ديبلوماسي لأن قلت لك أن الديبلوماسي الجزائري تشتغل بطريقة يعني الشعب راضي على هذا الشيء ونحن راضيين على الديبلوماسية تقنا الآن بالنسبة للمعارضة فعندنا برنامج وعندنا انتقادات كبيرة بالنسبة لجامل الاقتصادي الاجتماعي جامل تسييري وهذه بطبعا نسموك الجزائر وتشوف النقاش اللي كان فيما فيما يخص هذه الأفكار المعارضة اللي تعني أنك تكسر أو تهدم أو المعارضة هي في الحق سيطان كونتر بووار باش تبني باش تمشي الأحسن باش تمشي الأحسن والمعارضة الجفة احنا ضدها هذه المعارضة الجفة احنا يفوق بناء معارضة بناء بطبع طيب أسعدكم سخوط الإخوان في مصر؟ والله احنا نتأسف أيضا الأزمة اللي موجودة في مصر ولكن ولكن سفة عامة هذه المرة اسمح لي الدكتور لأنه معنش برشة وقت نحب إجابة ميش دبلو مصر لا برش أنت كرئيس كرئيس إجابة المستقبل الجزائري وأيضا كواعي ومتابع دقيق بارك شخصية سياسية ورئيس حزب للمشاهد السياسي في جزائر أسعدكم سقوط الإخوان في مصر لا لماذا؟ أقولك لماذا لأن أنا طول حياتي في الجامعة الجزائرية ويعرفون الإخوان هنا في تونس ونضد التيار الإسلامي هذا المتطرف ولكن لما ندروا لعبة نحترمها لعبة ديمقاطية تحترم والطريقة اللي جات بيها هي طريقة اللي خلت الآن الشارع المصري لحد الآن رهو مش في استقرار فأنا بالطبع نتكلم عن المثقفين خاصة في مصر ونتكلم عن الطبقة السياسية في مصر وحتى في كل العالم العربي يذهبوا إلى الشعب تكلموا مع الشعب وحاوروا الشعب واربحوا الشعب لأن هذا الطيار هو يعمل بكل القوى لذلك وخاصة أنه ما أخذ معاه أكبر سلاح لموجود على الأرض وهو الدين دين الإسلامي تعتبر السياسية انقلابي في مصر بالطريقة لدارها انقلابي ولكن بالطريقة لدارها انقلابي ونضد ونضد التيار الإسلامي وضد الإخوة المسلمين في العمل السياسي وفي النضال ولكن لابد أن نسمي الأشياء كما هي فالساحة السياسية لابد أن دائما نعمل على أساسا الجيش يكون محايت أن المجتمع المدني والأحزب السياسية تأخذ مسؤوليتها متى سنبلغ وفاق أو حالة سياسية طبيعية سلسة بين الجزائر والمغرب والله لدينا موقف سريح ونحن كجمات المسلمين من المناظرين للقضية الصحراوية منذ أن يكون شاب نحسه بالشعب لما يقهر ويظلم وهذا الشعب نريد فقط تطبيق موثيق الأم المتحدة التي هي وضحة هي الاستفتاء يذهب إلى الاستفتاء ونحلو هذا الإشكال لأن ليس ممكن أن تكون علاقة على حساب شعب أن هذا الشعب الذي يرى هو يعني يومسو فرنس فأنا عندي أستيقات كثيرين في المغرب والشعب المغرب والشعب الجزائري عندهم علاقة طيبة كما الشعب التونسي يعني أنت مسكين ولكن كان قضية جوهارية هذا المشكل لابد أن يحل ويحل بالطريقة السلمية بالطريقة للأم المتحدة قد تفهيها قرارات نعم دكتور عبد العزيز بالعيد إجابة المستقبل الجزائرية مرشح لرئاسة طموحاتك عالية شوية فعلاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة مع أنه العبرة بالمشاركة لا ليس العبرة بالمشاركة فإحنا ناظرنا في الجزائر أنت بيش تنافس بوتفريقة ربما نفس كل إمكانية كبيرة أنت نافذت بوتفريقة ما تم مناظر وتجربته سياسية وتجربته حتى نضالية أيضا في علاقة بحركة التحرر وكل يعني مع الجيش مع العسكر مع المؤسسات الجزائرية أنا كنت مع الرئيس بوتفريقة كعضو الجمركزين كنت أصغر عضو الجمركزين معه ومع كل إخوان المناظرين اللي ماتوا الله يرحمهم ولماذا زالوا حيين بالتبع اللي يطولهم في عمرهم القضية السياسية هو أننا إحنا الشباب ما لجبت تسويه في المستحيل يعني الديمقراطية أو الحرية أو حتى السلطة تأخذ ولا تعطى وما لازمش نسينا هدايا إحنا أبانا حتى الأب نتاعك في البيت لو ما تكونش عندك جرأة ما تقدرش تدير البيت وحدك هو بغيه يكون معاك في البيت ويقعد مسؤول عليك ولو عندك أولاد ومزوج فالإنسان لابد أن تكون عنده جرأة ولابد أن يخرج ويناظل والرئيس بوتفريقة هو كان وزير في عمره 23 سنة لماذا لا أكون رئيس على 50 سنة يعني في نظرتك كانت بعيدة وحنا نشوفوا الآن الرؤاسة الموجودين الرؤاسة الموجودين الآن في العالم أكبر قوة في العالم الآن أمريكا والرئيس تاحا ونشوفه في إنجليترا فلماذا لا؟ المهم هي ليس المشاركة المهم أن نقول لي أبأنا نحن موجودين دكتور عبد العزيز برعيد رئيس جفة المستقبل الجزائرية مرشحة الرئاسية الجزائرية القادمة شكرا لك حض موافق إن شاء الله بارك الله فيك حض موافق الجزائر الحبيب الله يحافظك شكرا لك وفي الأخير نشكر قناة الحوار التونسي على هذه الاستضافة طيبة وأنا نشكر الإخوان في تونس وأنا كنت سعيد جدا من الأمس كنت مع الشباب في الشارع في الشارع في المسيرة وكنت تكلم مع كل الناس ومع سياسيين مع شباب أنا بكل صراحة نتمنى كل الخير لهذا البلد العزيز نحن كجزائريين وبيطبعنا نعمل كلنا من أجل استقار تونس واستقار الجزائر اللهم أجعل هذا البلد آمن آمن إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك شكرا لك دكتورة شكرا أيضا للذين تابعونا في هذا اللقاء من الحوار السياسي مع الدكتور عبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل الجزائرية مراجح لرئاسية القادمة في الجزائر من الشباب السياسي القادم على مهل في الجزائر شكرا لكم نلتقي في مواعيد تلفزية لاحقا إلى اللقاء اشتركوا في القناة